نرحم على شهدائنا وندعو الله لهم بالرحمة والمرفضة والشفاء العاجل بجرحانه ونهدد الشعب الليبي بهذه المناسبة لمناسبة تحرير مدينة سر لفضل الله تعالى من أعداء الله ثم أعداء الوطن بما يسمون أنفسهم الدولة الإسلامية أو البوعش نعم أخي الكريم يقال الصعوب للقمة صعب ولكن المحافظة على تلك المكانة والمرتبة قد صعب بكثير ها قد تحررت سرط بفضل الله ثم بفضل الدماء الزكية ولكن الأصعب هو المحافظة على هذا الإنجاز الجديد مخافة عليها من أن تسرق من جديد من الجيوب التي تترصد هذه اللحظات هذه اللحظات ومخافة من من يدعون بهتانا بالكرامة وهم لا كرامة لهم من أن يتسلقوا أو يستغلوا طيبة الطهار وتهاون الدولة ويسرقوا ويتسلقوا على حساب الدماء الزكية التي دفعت لا بد للمدينة أن تؤمن من الطوار المخلصين ولا بد من أن تمشط وتطهر المدينة من الألغام التي قد تكون داخل الأحياء لهذه المدينة ولا بد من دراسة كيفية عمار هذه المدينة وكيفية عودة الأهل بمدينتهم وتطهيرهم من الجيوب والمتسلقين وعداء الثورة 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 شكرا